أرصوني رئيس جمعية علماء المسلمين في العالم يريد أن يجاهد لا يريد أن يجاهد في فلسطين لا يعلن الجهاد لتحرير الأراضي المقدسة لا يريد أن يحرر سبتة ولمليلية لا يريد أن يحرر المسلمين الذين تنتهك حرماتهم في كل مكان لا يريد أن يحرر غزة لا يريد أن يحرر المسجد الأقصى لا يعني للجهاد لحقن دماء المسلمين وإنما يريد أن يجاهد أين في موريطانيا وفي تندوف يعلن ويطلب من الملك أن يعلن جهادا جهادا مقدسا لتحرير تندوف وتحرير موريطانيا وإعادتها إلى كما قال ما قبل الاستعمار الفرنسي اتق الله يا رجل اتق الله يا رجل اتق الله يا مسلم لقد أسأت إلى نفسك لقد أسأت إلى علماء المسلمين لقد أسأت إلى إخوانك المسلمين في كل مكان وأسأت إلى دينك ألم تقرأ قول الله جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما أي جنون هذا أي علم مقاصد هذا هذا علم المفاسد علم المفاسد لما تطالب بإعادة موريطانيا إلى ما كانت عليه كما قال لأن بعضا من القبائل هنا وهناك بايعوا الملك فهو يريد أن يعيدها اليوم بالجهاد كما قال والشعب الموريطاني كيف يستقبل هذه الدعوة يعني ماذا لو استجيب لك لسالة أنهار ووديان ودماء المسلمين يعني في كل مكان لما تطالب الجهاد الجهاد هكذا يقول الجهاد لاسترجاع تندوف الجزائر كيف تقابل هذه الدعوة الشعب الجزائري كيف يقابلها هذه دعوة لسيالة الدماء بين المسلمين هذه دعوة للتقاتل بين المسلمين هذه دعوة فتنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة نائمة لا عن الله من أيقظها يعني جنون عوض أن يدعو للم الشمل عوض أن يدعو لنشر المحبة بين الشعبين الشقيقين الشعب الجزائر المسلم والشعب المغرب المسلم والشعب الموريطاني المسلم والمسلمون في كل مكان عوض أن يدعو للمحبة والتكاتل والتآثر والتضامن والتعاون ولوضع اليد في اليد وأن ترفع هذه الحدود أصلا فيكون المسلم يتجول في بلاد المسلمين حيث يشاء وكيف يشاء كما يفعل الاتحاد الأوروبي الذين رفعوا الحدود بقيت قيانات ودول بلا حدود ولكن الرجل لا أدري ما الذي أصابه لا أدري ماذا أصابك يا رجل اجتهر عنك أنك من علماء المقاصد أين هذه المقاصد حينما تدعو إلى التقاتل بين المسلمين التقاتل بين المسلمين تحدثت عن الصحراء الغربية قضية متنازع عليها قضية متنازع عليها يعني كل طرف يرى الحق فيما ذهب إليه والقضية مطروحة للنقاش من الممكن جدا أن يتفهم ولكن أن تدعو إلى استرجاع مريطانيا بلد مستقل المغرب يعترف بحدوده وباستقلاله أن تدعو للجهاد في تندوف بلد مستقل المغرب نفسه يعترف بحدوده وباستقلال الجزائر يعني هل أصابك جنون أم أنك تعاطيت حبوب منع الفهم أم أنك تأثرت بهذه الصهيونية المتغلغلة وتغلغلت حتى في دماغك وعقلك فصرت ترى جهادا في بلاد المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله لقد تألمت وأنا أسمعك اسمع إلى القرآن الكريم أيها الرصوني اسمع إلى القرآن الكريم لعلك تعود إلى عقلك وإلى الحق القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا كنت أنتظر منك دعوة للمحب بين المسلمين دعوة لرفع الخلاف دعوة للمصالحة دعوة لأن يساند كل مسلم أخاه المسلم فوق الأرض ولكنك تدعو إلى الجهاد أين في بلاد المسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن من ورطات الأمور اسمع إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله رواه البخاري تدعو الرسون يدعو إلى الجهاد الجهاد وأنتم تعلمون ما معنى الجهاد يعني يقول يقول نطلب من الملك أن يطلب من أربع وثلاثين مليون مسلم مغربي أن يجاهدوا لإسترجاع موريطانيا وإسترجاع تندو واربع وثلاثين مليون مسلم ستقابلهم شعوب شعوب بأكملها وتسيل دماء المسلمين هذا داعي من الدعاة وهذا يسمي نفسه رئيس جماعة علماء المسلمين من الذي نصبك عالما على علماء المسلمين وأنت تدعو إلى التقاتل بين المسلمين ومن بنود ومن بنود هيئة علماء المسلمين في العالم من بنودها من بنودها الأساسية أنها تدعو إلى التقاوب بين الشعوب وتدعو إلى المحبة بين الشعوب المسلمة وتدعو إلى التضامن بين الشعوب المسلمة فكيف تتحول هذه الهيئة على لسان رئيسها إلى دعوة للتقاتل اللهم إني أشهدك أني بريء من هذه الدعوة وأني بريء من كل من يدعو إلى التقاتل بين المسلمين أسأل الله أن يحفظ الشعوب الإسلامية في كل مكان وأن يحفظ الشعوب الشمال إفريقيا كلها في كل مكان اسمع عن أبي سعيد للخدري رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار ماذا لو صدقك بعض المغامرين ماذا لو صدقك يا عصوني بعض المغامرين وشكلوا جماعات مسلحة وبدأوا في أعمال القتل وأعمال النهب وأعمال السلب حسبنا الله ونعم الوكيل أسأل الله أن يهديك وأن يتوب عليك وأن يرشدك لتعود إلى الحق والشرع والعقل فتدعو إلى حق دماء المسلمين عوض أن تدعو إلى الجهاد في بلاد المسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته